خلينا احكي لك عن سر تألق النجم الفرنسي أورليانت شواميني كقلب دفاع في مباراة الاخيرة أمام نادي أوساسونا فبعد إصابة النجمين إيدر ميليتا ودافيد علابا في هذا الموسم واستبعد المدافع الإسباني ناتشو فرنانديز لثلاثة مباريات بعد طرده الأخير في مباراة شيرونا اضطر المدرب كارلو عنشيلوتي أن يستعين بالنجم الفرنسي أورليانت شواميني بتغيير مركزه لقلب دفاع ليتفاجأ الجميع بعدها بتألق النجم الفرنسي أورليانت شواميني في هذا المركز ويخرج النادي الملاكي بشباك نظيفة وفوزة بنتيجة 4-0 فالنجم الفرنسي أورليانت شواميني استخدم الواقع الافتراضي في استعداداته للعب كقلب دفاع في هذه المباراة من خلال دراسة مقاطع خاصة لمهاجمين نادي أوساسونا بمباراةهم السابقة في الدور الإسباني